صباح الخير صباح الخير صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة يوم جديد هو حلقة جديدة من نهارك سعيد هيكون فيها أحداث بنتكلم طبعا عن الأحداث الجارية في مصر دلوقتي بنقدم لكم الرأي والرأي الآخر من خلال نهارك سعيد النهاردة هيكون فقرات كتير منها فقرة الصحافة فقرة الصحافة عشان نعرف كده إيه الأخبار والمنشطات المهمة اللي حصلة النهاردة في مصر هنعرفها من خلال فقرة الصحافة يعني وانتوا تشربوا القهوة كده الصبح تفرجوا علينا عشان تعرفوا إيه اللي بيحصل هيكون معانا بعد فقرة الصحافة الحقيقة فقرة كمان هنتكلم فيها عن كل اللي بيهمنا يمكن جلسات مجلس الشعب مبارح بأول مبارح كانت ناس كتير جدا متوقعة فيها سحب ثقة من حكومة دكتور كمال الجنزوري على عكس اللي حصل تماما كانت جلسة عادية جدا إيه اللي بيحصل مش عارفين نحاول نفهم أكتر من أعضاء مجلس الشعب واللي هينورونا النهاردة في الستوديو موضوع منجم السكري واللي كمان أخذ حيث كبير جدا من الرأي العام واللي أعتقد أن كلنا لازم نفهم إيه حقيقة اللي بيحصل فيه اللي هيكلمنا عن ده أكتر هيكون دفنا النهاردة وهو الأستاذ حمدي الفقراني عضو مجلس الشعب واللي هنفتح معاه مواضيع كتير جدا بتخصنا أكيد وبتخص كل الشعب المصري دكتور محسن أبو عبد العليم النهاردة دكتور هنتكلم عنه عن الحصل في الدواء المصري يعني من فترة طويلة جدا كان فيه اختفاء لبعض الأدوية الموجودة في الصيدلية كمان دلوقتي بقى فيه غش للأدوية هنتكلم النهاردة بتفاصيل أكتر عن الموضوع ده مع دكتور محسن عبد العليم هو مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة موضوع مهم جدا إن شاء الله تابعونا فيه النهاردة وتعرفوا عنه أكتر دكتور صديق عفيفي الأستاذ الجامعي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد واللي هيكلمنا أكتر كمان عن الأحداث الجارية الدستور اللاجنة التأسيسية للدستور الناس بتدت تشغل بانتخابات الرئاسة وبمرشحين الرئاسة عددهم كبير جدا هل دي ظاهرة عادية هل إحنا فيه حاجة بتحصل يمكن مش مظبوطة هنحاول نفهم أكتر لأن أعتقد أن كلنا بنمر بتجربة لأول مرة لأول مرة بنلاقي انتخابات حقيقية بتحصل لأول مرة بنشوف عدد المرشحين دول دايما كان بيبقى عدد قليل وغالبا هو واحد بس اللي كان بيستمر في الآخر فأفتكر أنه هيكون كمان موضوع مهم جدا هتكلم معها لحاجات كتير جدا ومن أهمها زي ما كنت بقول لحضراتكم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري تالي اللي بيحصل في الرياضة الفترة دي هو مش أقل أهمية من اللي بيحصل في مصر النهاردة هيكون معانا الأستاذ إيهاب الخطيب هو نقد رياضي هنتكلم عنه عن الأحداث الجارية في الرياضة دلوقتي ممكن هم عملوا دورة تنشطية بديلة للدوري العام وفرض عقوبات على نادي المصري في بعض رياضيين بيؤيدوا العقوبات دي وفي بعض رياضيين رفضين جدا العقوبات وبيقولون ده قليل أنه لازم في عقوبات أكتر تفرض على نادي المصري يعني هنشوف النهاردة إيه اللي بيحصل في الصحة الرياضية من خلال الأستاذ إيهاب الخطيب يا رب يكون نهار جميل ويا رب يكون نهار سعيد هنروح لفصل ونرجع نبتدي أولى فقراتنا في نهارك سعيد في الصحافة مع سارة خليكم معنا